اربع مدن حضارية بمئة وسبعين وثمانين الف وحدة سكانية جعلتها الحكومة الجزائرية نماذج لفك الخناق عن المناطق ذات النمو الديمغرافية تطور الاقطاب السكانية يقتضي بالضرورة تطوير قاعدتها التحتية فمجابهة الكوارث الطبيعية المفاجئة كفل بالحكم على مدى عصرنة هذه المدن هو سريع جدا السرعة في هذه تكونها هشاشة كبيرة تعليل هشاشة ويجي يجي انيلي مصغير والهشاشة عالية يعمل الكارثة المدن الجديدة قايد الانجاز مدينة بوكزول ثمانون الف وحدة سكانية مدينة سيدي عبدالله خمس وستون الف وحدة سكانية مدينة بوينان اثنان وثلاثون الف وحدة سكانية مدينة المنيعة عشرة الاف وحدة سكانية وبغية تأمين هذه المدن قامت الحكومة بتطبيق اكثر من الف دراسة جيوتقنية تتماشى ومعايير السلامة المنتهجة دوليا باعداد الف ومئتين وسبعة وثلاثين دراسة جيوتقنية للتعمير على مستوى خمسين الف هكتار منها لضمان سلامة وامل إيطال مبني مع تحديد شروط التقنية لمدن آمنة ومارينة التوسع العمراني المتجسد في المجمعات السكانية ظاهرة وبقدر ما لها من إيجابيات على توفير السكن للمواطنين بقدر ما تستدعم صاحبتها بمعايير سلامة تقيها من مخاطر الكوارث الطبيعية